أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور والعمليات اليوم البدء في تركيب منظومة كاميرات الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه سيتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عمليات الرصد الآلي للمخالفات بهدف الحدي من نسبة الحوادث المرورية وزيادة معدلات السلامة والأمان على شبكة الطرق وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأوضحت الداخلية أن هذه التقنية تهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق من خلال رصد المخالفات بشكل دقيق وفعال لضمان الالتزام التام بقانون المرور ترجمة نانسي قنقر